بسم الله الرحمن الرحيم هذي تجربة بي سي في طبعا عندي كده دوات هذي هذي اسمه الريدر هذي اسمه الكابليريز تيوب هذي جهاز الطرد المركزي هذي بلاستيك سيلر اوكي بداية التجربة انك تاخذ من الكابليريز الكابليريز تيوب اللي هو هذا تاخذ عينة تاخذ عينة دم تسوي لها ميكس تفتح العينة تفتح العينة تخليها فقية لازم تكون كابليريز تيوب معينة الدم ننزلها فقية حتى يكون الدم مقريب حتى ما يدخل الهواء اوكي وندخل كابليريز تيوب بجي الشكل الافقي هذي طريقة إلى هذا الحد او اكثر شوي اوكي اذا هذا الحد بدين ننظف الدم اللي على جوانب في الطريقة في الطريقة اوكي بعدين ناخذها بالبلاستيك سيلر نروح نسده بالطرف الفاضي في الطريقة واحدة نسويها مرتين كاف مرتين تكون تكون في الطريقة نسدد نحطها في جهاز نحط الجهاز الطرد المركزي تكون على هذا الشكل هذا وفقية نحط على الطريقة نحط على الطريقة نسكر جهاز الطرد المركزي والحطة على سرعة خمسة خمس دقائق اوكي طبعا بعد ما طلعناها من الجهاز تطلع العينة بهالطريقة الدم اسفل والبلازما تكون على الأعلى هذي اسم الريدر تحطها بهالطريقة تكون آخر شيء من الطرف هذا الدم ولازم يكون الخط الأسود هذا على البلازما أن يكون ونحركه بهالطريقة طرف الأخير طرف الأخير على البلازما والطرف الأخير والخط الأسود على الدم ننزل المقياس ننزل المقياس